هذه الفكرة ممكن تكون ممكن تناقش قضية كبيرة ممكن تعيد مفهوم تعيش والسلام في المنطقة ليس على مسلول المين فقط ولكن هي تكسر الحدود اللي بين الدول تكسر الحدود اللي بين عراق تكسر الحدود اللي بين الاختلافات والأفكار انا صابر واصل مخرج فيلم وات برينك زيو هير اللي يطرح سؤال ايش قاب الشخصية للمنطقة فيلم تحكي عن احد المواطنين الصومالين اصلا واليمنيين اقامة وتربية وقال اليمن وعمره ثمان سنوات وتربى وعاش في اليمن واندمج مع المجتمع اليمني في اطار كبير واطار متعايش وسالم بين احطان هذه المدينة مدينة عدن وتبنى احد الصيادين عندما تت شخصيتنا وعمرها ثمان سنوات والان اصبح عمره اربعين سنة واصبح جزء لا يتقزى من مجتمع صغير في منطقة فقهم في عدن طيب هل يبشي طبيعي او لا ايه؟ هذه الكرة خاطرتني من زيارة عمل الى شقرة كنت شفت فيها صيادين من اثيوبيش تغلو في اليمن ويشتغلو مع اليمنيين بشكل خلاني حتى ما اقدرش اركز انهم اثيوبيين الا من الله هكا فشدني هذا الموضوع جدا التعايي الشيء كلنا نشعر انه يلمنا كلنا كمجتمع نكون فيه يد وحدة نكون فيه قوة وحدة تبسيط هذه القصة وتبسيط هذا المفهوم التعايش والسلام ضمن نطاقة هذا المجتمع الصغير بيساعد اللون مشاهد يشعر انه فيه اشياء ما اكتشفهاش فيه اشياء كثيرة لسه ما شفهاش فيه هذه المنطقة في هذه البلاد فاليمن بلاد كبيرة بلاد تحتضن جميع الاطياف وفكرتنا الخاطئ عنها فكرتي انا الشخصية عنها لما قبل ما اصنع الفيلم كنت افكر انه مستحيل هذه القصة تحصل وحتى خلال اول مرة سمعتها انا شخصيا انبهرت فاحاول انا من خلال هاي التقربة واعتقد انه كل واحد بيشوف الفيلم بيشعر انه شاف شيء جديد شاف شيء مختلف عمره ما شافه من قبل فكرة التعايش والسلام هي شيء بسيط ولكن معقد فيه بسنو اشتركوا في القناة